فيلمنا بيبدأ في مدينة صغيرة سحلية مع سكانها وهم بيحتفلوا بالعيد السنوي على إنشاء المدينة وبيكون كل السكان متواجدين في الحفلة مع مديرة مدرسة ابتداء اسمها جيل ولما بتيجي الساعة 10 الصبح بالظبط بتحصل حاجة غريبة وكل الناس والحيوانات اللي في المدينة بيفقدوا الوعي وبيكون فرانك جوز جيل سائق عربيته وافطره للمدينة وبيفقد الوعي هو كمان وبيعمل حدثة وبتنفجر عربيته وبتوصل قوات الأمن عشان يعرفوا إلي بيحصل في المدينة والحصن الحظ بيكون فيه دكتور من المدينة اسمه ألن كان في مشوار بر حدود المدينة ولما بيكون قلقانة على مراته بربرا اللي عايشة في المدينة بيقابل علامة اسمها سوزن شغالة تبع الحكومة واللي بتحقق في الظاهرة الغريبة اللي حصلت في المدينة ولما بتيجي الساعة 4 العصر بيصحى كل الناس والحيوانات في المدينة من تاني وبتوصل كمان قوات الجيش عشان يحققوا في اللي حصل وبعد فترة بترجع كل حاجة في المدينة الوضعات الطبيعي لحد ما بعد أسابيع كل الستات اللي في المدينة بيكتشفوا فجأة أنهم حوامل حتى الستات اللي مش مرتبطين أو متجوزين وده بيخلي معظم السكان قلقانين من اللي بيحصل وبتقرر الحكومة أنها تدعم الستات اللي فجأة بقوا حوامل لكن سوزن بتقولهم أنها مش تجهد طفلها فبيتم صرف 3000 دولار شهرياً ليها ده غير التكفل بالفواتير الألاجية وفحوصات الحمل فبتقرر كل الحوامل أنهم يحتفظوا بأطفالهم عشان هيقدروا يعيشوا في مستوى كويس بالفلوس اللي هياخدوها من الحكومة ومع مرور الشهور بتتعامل الستات مع حملهم وبيعملوا نظام صحي يمشوا عليه وبيتمرنوا على هيعملوه وهم بيولدوا ولما بييجي معاد الولادة بتكون مستشفى المدينة زحمة لأن كل الستات بيولدوا في نفس الوقت لحد ما بيتولد خمس بنات وخمس ولاد في صحة كويسة ولكن واحدة من البنات بنت واحدة اسمها ميلاني بتموت وهي بتتولد فبتاخد سوزان جسط الطفلة في السر وبتروح بيها للمعمل بتاعها ولما بيجبر الأطفال بيكونوا كلهم شعرهم لونهم فضي ومستوى زكاهم عالي جداً على سنهم وبيادر ديفيد بن جيلن ويتهجأ اسمه باستخدام ألعاب الحروف رغم أنه لسه ما تمش سنة وفي يوم بتطبخ بربرة في المطبخ وبتعمل شربة لبنتها مارة وبتتعصى بالطفلة بسبب أن الشربة سخنة جداً عليها وبترمي الطبق على الأرض وبعد لحظات بيتغير لون عين مارة للأخضر وبتسيطر على جسم أمها وبتخليها تحط إيدها في حالة الشربة المغلية ولما بتكون بربرة في المستشفى عشان تتعالج بتسأل عن اللي حصل لها وبتبقى في صدمة ومش عارفة توصف اللي حصل إزاي وبتصاب بربرة بالاكتئاب بعد اللي حصل لها وفي تانيون بتقرر أنها تنتحر وبترمي نفسها من على جبل وبتموت وما بتبقى أشبار بربرة بس اللي اتعرضت لده لأن في حالات وفاة وحوادث كتيرة بتحصل مؤخراً في المدينة وبيبقى الأهل محترين يحبوا أطفالهم ولا لا لأن أطفالهم مش طبيعين وبيمثلوا خطر ولما الأطفال بيكبروا وبيبقى عندهم سبع سنين بيمشوا مع بعض كأنهم في طبور وكل ولد ماشي جنب بنت معادة ديفيد اللي شركته ماتت لما كانت بتتولد ولما بيتم فحص نظر الأطفال بتحط الدكتورة قطرة في عين بنت منهم وبتعاية البنت عشان حاسها بألم في عينها وبتظهر مرة فوراً وبتتحول عينها للون الأحمر وبتسيطر على جسم الدكتورة وبتخليها تعمل نفسها بنفسها وبتعتقد المديرة جيل إن الأطفال دول لازم يكون لهم فصول خاصة وبتطلب من ألن يعلمهم حسن التصرف وإزاي يتعطفوا مع الناس لأن الأطفال عاملين زي الروبوتات من غرق أي مشاعر ولكن ألن بيرفض يدرس للأطفال وبتكون علاقة ديفيد بأمه قوية وبيبقى متعاطف معاها وبيكون هو الوحيد اللي عنده مشاعر لأن الشركته ماتت وبعد أيام بيدور ديفيد على جسد شركته في المقابر وهناك بيقابل ميلاني واللي لسه عملها بتعايت وفي حزن على وفاة بنتها من 7 سنين وبيقدر ديفيد أنه يسيطر على العقل ميلاني وبيعرف أنها قررت تنتحر وتقتل نفسها عشان تخلص من الحزن ولما بيوصل ألن للمقابر عشان يزور قبر بربرا بيقول ديفيد أن البنت اللي هو بيدور عليها مش ماتفونة في المقابر دي وبيوسي ديفيد ألن في حزنه على وفاة بربرا وده بيكون حاجة غير طبيعية لأن الأطفال اللي زيهم عندهم مش مشاعر وبعد اللي ألن بيشوفه لما بيتعامل مع ديفيد بيقرر أنه يدرس للأطفال في المدينة زي ما جيل طلبت منه ولما بيكون في الفصل هو بيدرس للأطفال بتطلب جيل منه يقابلها في مكتبها وبيفتح الأطفال كتابهم وبيبدأوا يذكروا لوحدهم من غير مدرس وفجأة بيظهر البواب وهو سكران في الفصل وبيفضل يزعل الأطفال على الجرامي اللي ارتكبوها ولما بيدرب البواب ولد من الأطفال اللي في الفصل بيحس الأطفال بالتهديد وبتتحول عينهم للون لغدر وبيخرج أربعة من الأطفال مع ديفيد مع البواب وبيسيطروا على جسمه وبيخلوا يطلع على سلم عالي وبتتحول عينهم للون الأحمر وبيخلوا البواب يرمي نفسه من فوق المبنى على العربية وبيخرج ألن مع جيل بسرعة عشان ينقذوا حياة البواب بس الأوان بيكون فات وبيمشي الأطفال مع بعض من المدرسة وبيبص لهم ألن وجيل باستغراب وبيتأكدوا أن الأطفال دول مش بشر وفي تاني يوم بيقرر ألن أنه هيقابل سوزن وبيقولها على نظريته وهي أن الأطفال هم المسؤولين على حالات الوفاة الغمضة اللي بتحصل في المدينة وبتقول سوزن أن من بعد ولاد الأطفال وصلها تقارير عن أكتر من 30 حالة انتحار وبتقول كمان أن اللي بيحصل في المدينة بيحصل في أماكن تانية كتير في أوروبا وأسيا واللي حصلت الظاهرة الغريبة هناك كمان من 7 سنين زي أن كل الناس فجأة فقدوا الوعي والستتات بقوا حوامل في نفس الوقت وظهر أطفال بيتصرفوا بجنون وبرود مشاعر وعندهم قوة خارقة وبتقول أن المخابرات الأمريكية كانوا بيحققوا في الظاهر اللي حصلت زي دي من سنين وأنهم توصلوا لاحتمال كبير وهو أن الأطفال دول عبارة عن نتيجة تزاوج فضائيين من البشر وأن الفضائيين عايزين يغزوا الأرض ويسيطروا عليها وبعد النقاش بتاخد سوزن ألن وبتوديها لمعمالها السري وهناك بيشوف ألن جثة الطفلة اللي سرقتها سوزن من 7 سنين واللي بتكون لست محتفظة بها في المعمل بس بيكون شكل الطفلة غريب وشبه الفضائيين وبتقول سوزن لألن على قدرات الأطفال الخارقة زي أنهم بيقدروا يقروا الأفكار وكمان بيسيطروا على أجسام الناس فبتحذروا أنه ما يخليش الأطفال يقروا أفكاره عشان ما يعرفوش هو بيفكر في إيه وبيداء ألن من سوزن لأنها خبت كل ده عن الناس بلها سنين وبتدفع سوزن عن نفسها وبتقول أنها كانت لازم تخب أفكارها من الأطفال وكمان كان لازم أنها تركز على نظرياتها لحد ما تقدر تثبتها وتحولها الحقيق وبتفضل سوزن تتحيل على ألن أنه يساعدها على إنهاء مشروعها وأبحثها عشان تقلل من خطر الأطفال ولكن ألن ما بيقتناش بكلامها وبيتعصب وبيمشي ولما بيوصل ألن للبيت بتجرى الطفلة مرأ أفكاره وبتحذره من أنه ما يفككش مجموعة الأطفال عشان بكده هيخلي الوضع أسوأ من الأول وبتقوله هي وثقة من نفسها أن مفيش أي حد في الدنيا يقدر يوقفهم أو يقزيهم دلوقتي وبتقول لألن أن الأطفال هينتقلوا لمزرعة في المدينة وكمان هيعيشوا مع بعض هناك فبيفتكر ألن كلام سوزن وبيحاول يمنع مرة من أنها تقدر تقرأ أفكاره وبيرجع ألن لقوته وهو مدهي وبالليل بيوصل الأطفال واحد ورد تاني للمزرعة واللي منهم ديفيد وبتنصحه جيل أنه ما ينضمش للمجموعة لأن ديفيد مختلف عنهم وعنده مشاعر وما بيئزيش حد ولكن ديفيد بيقول لجيل أنه ما عندهش أي اختيار تاني في الوضع اللي هو فيه وبيخرج من العربية وفي تاني يوم بيوصل رجل بعربيته للمزرعة عشان يدور على بنته واللي بتكون واحدة من الأطفال ولكنه لما بيصامم أنه ياخد مع بنته لبيته بالقوة بيشوفوا بقى الأطفال وبتتحول عينهم للول الأحمر وبيسيطروا على جسمه وبيخلوا يرجع تاني لعربيته وبيسقها على الطريق لحد ما بيشوف خزان بنزين وبيخبط فيه وبتنفجر عربيته وبيموت وبتروح سوزن لألن وبتقوله على القرار للحكومة التخزيته بخصوص الأطفال وبتقول إن الجيش هيوصل للمدينة عشان يقضي على الأطفال بقى أي تمن حتى لو اضطروا إنهم يحروا المدينة بالكامل وعشان ده يبقى لازم السكان يهربوا وينتقلوا لأي مدينة تانية عشان ينجوا بحياتهم في أسرع وقت ممكن وبالليل بيروح ألن للمزرعة وبيتكلم مع الأطفال عشان ما يقزوش حد تاني لكن الأطفال ما بيسمعوش كلامه وبيكونوا مصممين إنهم دايماً يستخدموا العنف فبيستوعب ألن إن مفيش أمل في اللي بيقوله وإنه مش هيقدر ينقص حياة الأطفال وبيفكر ألن في أمواج البحر عشان يمنع مارة من إنها تقرأ أفكاره وبيخرج من المزرعة وفي تاني يوم بتتكلم مارة مع ديفيد عن كونه متعاطف مع البشر وبتقوله إن ده مش مسموح بيه على حسب أوامر الفضائيين وفي نفس الوقت بيكون فيه قصة واقف بعيد وبيرايب الأطفال وبيكون معا قناصة وبينشن بيها على راس مارة عشان يقتلها ولكن الأطفال بيشوفوه وبينتقموا منه فبيسيطروا عليه وبيخلوا يواجه القناصة على راسه ويقتل نفسه قدامهم وبسبب موت القصة بيتعصب سكان المدينة وبيتجمعوا بالليل ومعهم خشب متولع وبيقرروا إنهم يدوروا على الأطفال ويقتلهم بالليل ولما بيشوفوا الأطفال في طريقهم بتزعق لهم واحدة ست منهم وبتتهمهم بالجرامي اللي ارتكبوها وكالعادة بيسيطر الأطفال عليها وبيخلوها تولع في نفسها وبتكون سوزن في بيتها وبتجاز أغراضها عشان تمشي من المدينة قبل وصول قوات الجيش وفي طريقها للخروج بتقابل ديفيد ومارة وطفل كمان وبتحاول سوزن إنها تمنعهم من قرية أفكارها عشان ما يعرفوش إن الحكومة بتخطط لقتلهم ولما بيدخل التلات أطفال للمعمل بيشوف ديفيد جوستشريكتو وبيحس بالقاس عليها وبيعيط وبتستخدم مارة قوتها وبتسيطر على جسم سوزن وبتخليها تنام على ترابيس التشريح وبتخليها تمسك سكينة وتقتل نفسها وبيكون قلن معها صندوق في ديناميتو بيشيله في عربيته وبيخطط لإبادة الأطفال بنفسه وفي نفس الوقت بتوصل قوات الشرطة والجيش للمدينة زي ما هون بتخطط وبيروح قلن للمدرسة عشان يقابل للمديرة جيل وبيقولها على الطريقة اللي هيتصدى بها للأطفال ولما جيل بتعترض على خطته بيحبسها قلن في مكتبها وبيمشي لوحده عشان ينفذ الخطة وبتفضل جيل تخبط على الباب وبتقول لقلن وهي بتعاية إنه ما يزيش ديفيد لأنه مختلف عن بقى الأطفال وبعد دقايق بتوصل عربيت شرطة للمزرعة وبيكون الأطفال برا وبيسيطروا على الزباط وبيخلهم يضربوا نارة على عربية الشرطة التانية وبتبدأ الشرطة تقتل بعضهم وبينضمنهم الجيش وبتحصل مسبحة وفوضة كبيرة ولكن ديفيد بيكون مستخبي جوى المزرعة وخاف من اللي صحابه بيعملوا في الناس وبتكسر جيل إزاز باب المكتب وبتقدر تخرج منه وبتركب عربيتها وبتروح للمزرعة عشان تنقص حياة ديفيد وبيوصل قلن للمزرعة عشان يدرس للأطفال وعشان يتخلص من الأطفال الأشرار بيعمل خطة وبيدخل للفصلهم عشان تفيها ديناميت وبيقرر انه يفجر الأطفال باستخدام القنبلة اللي صنعها وبيقرر انه ينقص حياة ديفيد زي ما جيل طلبت منه وبيطلب منه انه يمشي من الفصل ويروح يجيب كتب من عربيته وبتشك مرة في تصرفات قلن الغريبة وبيتحاول هي والأطفال انهم يخترقوا عقل قلن ويقروا أفكاره عشان يعرفوا وبيفكر في ايه وبتوصل جيل للمزرعة عشان تنقص حياة ديفيد لكن الأطفال بيقروا أفكارها وبيقرروا انهم يقتلوها بس ديفيد بيكون متعلق جدا بجيل فبيدفع عنها وبيضرب مرة وبيوقع على الأرض وبيفكر قلن في حيطة كبيرة بالتالي بيسنع عائق بيمنع الأطفال انهم يقروا أفكار قلن وما يعرفوش حاجة عن وجود القنبلة وبيستعجل قلن ديفيد وجيل وبيخلوهم يهربوا بسرعة من المزرعة قبل ما الوقت يخلص وفي النهاية بيقدر الأطفال انهم يقروا أفكار قلن وبيعرفوا بوجود القنبلة ولكنهم بيعرفوا ده بعد فوات الأوان وبتتفجر القنبلة وبيحصل انفجار ضخم في المزرعة وبيموت كل الأطفال الأشرار مع قلن اللي ضحب نفسه وبتستخبى جيل مع ديفيد وراء العربية من الانفجار وبيقدروا انهم يخرجوا بسلام وبتقول جيل لديفيد انهم هينقلوا حياتهم لما كان بعيد عن المدينة الناس فيها ما يعرفوش أي حاجة عن الأطفال الأشرار وده عشان ديفيد يقدر يقش حياته بشكل طبيعي وفي النهاية بيكون ديفيد قاعد مع أمه في العربية وفي طريقهم لمدينتهم الجديدة وبيبص ديفيد من شباك العربية هو أحاسس بالحزن على موت أصحابه الفيديو ده كتبه كريم أشرف وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعمله فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام